السلام عليكم وعندنا لكم من جديد في حلقة من سلسلة شرائك المرة مع الضيف تقريبا السادس دحوم تأخرت الحقق كثير سبب المشاغل وكذا وما نبني نتأخر عليكم خلونا نبدأ على طول اه عندنا جايبنا يا راشد تبي تعرف رأيي عن عمل معين في كثير من الأعمال اللي تألتني عنها واثرنا في هذا العالم اللي توقع واضح من العنوان والثام من الكلمة تونوي عيبة لان دائما الناس تسألك ايش رايك في الشخصية المرة بيك انت تتكلم بدون ما احد يدخل في ارائك رأيي دحوم الشخصي في هذا العمل ممتاز اه انت ما تبعت انشقت هذا العمل ليش نقيتا بين جميع الأعمال رأيي دحوم الخالص بدون اي اسئلة اضافية وعشان بدون ما نطول في الاسئلة نبدأ لك بالسؤال الاول هات الا وهو هات ليش انيمي كيميتو ليش انيمي كيميتو اه انا واول شي من وجهة ناظري اشوف انه عمل فعلا كسر الدنيا في الفترة الماضية فالعمل بالنسبة لي كان فقط عمل عادي جديد قاعد يكسر ارقام فيوم تابعته حسيت طعم الجيل القديم نوعا ما حسيت اني قاعد اعيش مع شخصيات العمل اه انا ليش اتابع انمي مثلا اتابع انمي ان ابي استمتع بلصة محترمة ابي استمتع بشخصيات ابي عيش الجو ابي غير جوي اه الانمي طلعني عن الحياة الوقتعية وفي نفس الوقت يعطيني المتعة انا يعني حسيت بالمتعة في هذا العمل وطبعا انا اكيد في اعمال كثيرة راح نحس فيها المتعة بس هذا العمل مميز بالنسبة لي وهذا وجهت ناظري هذا كسؤال اول في هذا العمل حلو ننتقل حين حق السؤال الثاني السؤال الثاني دا حومي تقول لك ايش مميزات عمل كيميتو نويايبا ايش الاشياء اللي خلتها مميز بالنسبة لك على العمل الثاني طيب احنا نتكلم عن انمي كيميتو نويايبا انا تابعت انمي كيميتو جزء الاول تمام وباخذ راحتي احني دامنا هي ايش رايك في هذا العمل ما نبي نحرق وما راح احرق كمتابع منقا الاحداث القادمة راح تكون احفظ بمراحل من اللي مر واللي مر كان مر اسطوري والدليل انه جاب ارقام كويسة كمبيعات كمشاهدات كثقين هذا كمعايير نستخذها تعتبر بيها انا كمحب لهذا العمل اللي يميز هذا السؤال صح ايش يميز انه بكل بساطة الكاتب يمتلك او الكاتبة تمتلك جرأة لا يمتلكها كتاب اليابان في الفترة الحالية قليل منهم من يمتلك جرأة بانه يجيب لك شخصية يحببك بيها في نفس الوقت يقتلها وهذا شيء نادر ما تحصله وهذا ما يجعل العمل نوعا ما واقعي ويدخل في قلب المتابع بحكم ان المتابع قاعد يعيش الاجواء فاذا انت جبت لشخصية تتقاتل مع وحوش مثلا او شياطين وهذا الشخصية دائما تنتصر والشياطين دائما يموتون يزمون وما في حد يموت من البطل او من جهة البطل هذا شيء مكرر وهذا الشيء اللي قاعد يصورونه لنا الحياة اللي الابطال دائما يفوزون ينتصرون بدون اي خسائر وكذا الحياة البيضة الحياة البيضة الحياة البيضة هذا الشيء خطأ لانه حنا في واقعنا اذا جينا نتقاتل شفت لي اسد في الشعر اذا راح اضربه باقتلها نا بيضربني بيشق وجهي فنتكلم عن اول شيء اساس الفكرة انا شوف ان كيميتسو او كاتب كيميتسو يمتلك الجرعة في اظهار شخصيات اسطورية واسطورية اللي درجة تكون ايقونة لا سوك تقدر يقتلها الجرعة يمتلكها كذلك طريقة سرد الاحداث مثل الاحداث اللي تتعلق بالدراما لشخصية البطل سرد الاحداث يجعل المتابع يتأثر على طول بماضي البطل وحاضرة ومستقبلها المجهول فسرد الاحداث يتفوق كثير عن انميات اخرى بحكم اننا نتكلم عن جزء الاول كان اربع شيء حلقة والكل كان معجب بهذا العمل ونعم ما اضيف اكثر من كذا في التمييز التمييز اكثر صفة انا احبها واللي ما يمتلكها اغلب الكتاب هي الجرعة سواء في قتل او اظهار شيء لا يضرح بقية الكتاب طيب ننتقل للسؤال الثالث ودائما هذا السؤال موجود في اي عمل حتى انت في جانبك في شيء ايجابي في شيء سلبي عطني سلبية واحدة على الاقل او سلبيتين اذا انت تشوفي سلبيتين وعطني على الاقل ايجابيتين شوف اه كعامل اه كايجابيات طيب ابدأ اه كايجابيات اللي رفع اسهم العمل بالنسبة لي الاغلب هي الاستيديو العامل عليه قاعد يدفع دم قلبه عشان يخرج لك تحفة ثنية اسطورية هذا من اكبر الايجابيات حشان نكون واضحين وصريحين ممكن الناس تقول وقالت في السابق بانه يعني عمل عن الشياطين والعمل هذا مكرر كثير ليش متميز نعم عمل متكرر وتكرر كثير والشياطين مش اول مرة يتكرونهم في اعمال وقصص فاللي يتميز هو اخراجه اخراجه الساونتراك التحريك كل هذا يتميز الاستيديو الخاص من العمل الاستيديو العامل على العمل هو ما يميز العمل اضافة اخرى ليتميز فيه العمل واقعية البطر كل ما كان البطر واقعي كل ما زاد حب المتابع له كل ما زاد حب المتابع للعمل فهذا كان البطل يفقش البطل يمتلق قوة صداقة والبطل دائما ينتصر والبطل مدري ايش بعيدا عن الواقعية احيانا هنا يقول يعني حب الشخصي هذا الشخصي لكن اذا كان يمثل الواقع والواقع الطبيعي مثل انه تنجره يفقد اهله ويكون ضعيف ويحاول انه يتطوره وما يقدر ليه ما ياخده مدرب ويخليه قوي ويطلع في نفس الوقت يلقم فالمعاناة اللي قاعد يعيشها هي معاناة شخص طبيعي واقعي يحاول او يناضب في هذه الحياة لاجل انت قاوم اللي يعجل انه يعيش اخته بطريقة افضل ولا زال يحاول عندك كمثال في الارك حق الفيلم اللي هو ظهر توا في الجزء الثاني يوم شاف القائد حقه او المدرب حقه اللي توا اتخذه كمدرب له مات في نفس الساعة كان يبك يقول انا ايش اسوي عشان اصر اقوى ايش اسوي عشان اوصل لهذا المستوى انا بكل ما تقدمت رجحت عاشر خطوات وراه ما في شي اقدر اسويه عشان اوصل لهذه القوة فما بشي يخليه يعني يستمر للدرجة يعني ما بشي يخليه يستمر لانه بكل مرة يخطو خطوة يرجع وهذا الشي يمثل الحياة الواقعية لما تحصل شخص يعني يكون يقودك الى النور بدلا من الظلام اللي انت عايش فيه بناء على الظروف اللي انت عايش فيها حاليا هلك ايجابية؟ المختصر الواقعية اللي انت قصرتها مش واقعية البحثة مثل نحن البشر المقبولة اللي تع removing ان لا لا تاقضيش فالسهل اللي لازم تتعب والفشل العشان توصل للنتيجة هو الواقعية اللي انت تقصدها صح؟ هذا البحث يستمر حاليا لا توضح للمتابعة الواقعية اللي انت تقصدها في العمل التعب بكل شي نستطيع game هذا الجزء الهتصبح من الواقعية اللي اذكرها اننا كبشر في عالم الواقع طبعا ما في شياطين واسلحة وضربات مدريش لكننا في واقعنا راح نناضل عشان نحصل الشي اللي حنا نبغاه وراح توقف قدامنا عقبات ومطبات وراح نعاني ما احد ولد في هذا الدنيا مثلا كعالم اكيد اننا نولد وتعب عن نفسها بحث عن نفسها هذا كاد لي انا واستدالنا حتى العلم ان تبحث عنه واذا ولدت وانت عندك معرفة هذه المعرفة مو انت اللي جبتها نقلت وعلمت من كانوا اكبر منك او كانوا ابائك اكثر جدا عندك مكتبا او احلك عندهم مكتبا فانت راح تاخذ العلم اللي هما يمتلكونه اللي هما عصلا تعبوا عليه فسوما في حياتنا الواقعية او حياة العمل هذا بالذات في شيء يتعلق بالحياة الطبيعية الواقعية اللي يتخلي متابع ينجدل كواقعية موش كفانتازيا وخلاص اللي هو كينفيو صلى الله وبرك لابعتنا سلبية واحدة بس سلبية واحدة في العمل انا ما اشوف انه في شيء او حاجة معجبتك حاجة كممكن انا اتكلم بمنطق انا بالنسبة لي انا اشوف ان العمل متكامل زين بس اكيد فيه ناس يقول لا مهم متكامل لو اضافوا كذا لو حطوا كذا لو كذا ممكن انا اقول لو كنت انا في مكانهم من منظور اخر ممكن اقول العالم العالم ما هو واضح لي هو فقط قطبين يعني قطب السيافين اللي هم حاربين صيدي الشياطين وقطب الشياطين طيب ايش العالم العالم حكي متو ايش الخريطة ايش المحتوى العالم هذا الشي انا احتاج على الأقل تشرح علي عشان افهم يعني مثلا اون بيس شرح لي العالم وراني الخريطة ووراني من الاقطاب ومن المتنافسين ومن الحكومة ومن قادهم مثلا في نارة وتكلم عن القرى وتكلم عن قادة القرى وتكلم عن اللوردات وتكلم عن الكاقي كي شرح فهم كذا هنا لا اه شياطين قادة للشياطين اه اللي هو صايدين والقادة وصلى الله وبرك طبعني المفروض يجي الشرح لنا عن يكون تفصيلي عن الشيطان ومين هو وكيف طلع وكذلك المفروض يجينا في المستقبل مين ها دولي صايدين شياطين وكيف طلع وهكذا فاحنا ننتظر في اللحدات يعني كيف تكون الصورة حلو طيب السؤال قبل الاخير ودائما وهو يبين لك في معرفتك الكاملة في الكاتب اذا انت قدرت تفهمها اكثر ولا لا طبعا فيه اختلاف بين الناس ممكن الناس تفهم نفس الشيء بعضهم يتعلم بعضهم يتوقع بعضهم ايا يكون الاسلوب اللي تتاخدها عاربين البطل هو تنجرو في مع ابطال ثاني اللي هو اينوسكيو زنوتسو لكن البطل الرئيسي اللي هو تنجرو العدل الرئيسي اللي هو موزا طيب الاي مدى الكاتب اعطاك شخصية تنجرو بالعنق الكتابي الحوارات اللي اعطاها تنجرو ستايل تنجرو بمن اوه يمثل الخير والاي مدى نفس الشيء على كلام على موزان الاي مدى خلاك تتصور الشر اللي عنده الاي مدى سوى لك عمق الكتابي حقها الاي مدى خلاك الكاركتر نفسه هذي اثنين انت شرأيك باسلوب الكاتب فيهم اه انا شوف اه كتابة تنجرو من افضل كتابات في تاريخ الانمي اه هذا الشيء يعني انا مقتنع فيه اه لان تركيز الكاتب على شخصية تنجرو تركيز واقعي وزي ما ذكرتك قبل ان الكاتب يحاول يصور لك عن حياة شخص كان اه كان شخص في الجبل يعيش معاه لالى شخص فجأة صار صائد شياطين بالرغم يعني بالرغم من هذا ما ما صور لك بانه اه هو البشري اللي يبحث عن الانتقام ويبحث انه يبتر كل الشياطين اه زي الاعمال الاخرى يعني مثلا اه مثل اه مثل اه مثل ايرين يبغى ينتقم من كل العمالة اللي اتسببوا في القاتل الاهله وما الى ذلك وهذا الشيء انا يغجبني في ايرين وهذا الشيء يجعل ايرين بالنسبة لي اطلاق شخصية ولكن لما يجيب المنظور الاخر لشخص طبيعي وبشري مثل تنجرو تشوف ان هذا الشخص على انه قتلت عيليته وبكى وحزن وما يمتلك احد في هذه الحياة الا اخته اللي تحول لشيطانه فهو قاعد المفروض يعيش حياة ايرين يبغى يقتل يبغى ينتقم لكن عنده نظرة اخرى ان هذول الشياطين ما كانوا الشياطين هم بشر هم ظلموا يوم تصبحوا شياطين فهذه طبيعة الطيبة اللي يمتلكها تنجرو ولكن ما راح اخليهم يقتلوني يوم شياطين لكن انا لو قتلتهم انا راح ابكي او احزن لهم واحزن لنفسي لان اقتلتهم ليش صار هذا العالم بهذه الطريقة انا ما ابغى العالم يصبح بهذه الطريقة انا ابغى العالم يكون بشكل الخير بشكل الطيب لدرجة في هذا تصوير الكاتب لشخصية تنجرو في القطار يوم وضعوا الحبال على تنجرو يوم يدخلونا في اللواعي الشخص اللي دخل اللواعي اللي هو جوهر تنجرو اللي هو القلب او ما الى ذلك اللواعي دخل شاف اطفال هما يعتبرو زي الضوء قاعدين يدلون الشر على جوهر تنجرو لان هذا انت بي راح اخذر احنا نوصلك هذا تصوير الكاتب لشخصية تنجرو انه طيب بزيادة ولكن مو يعني انه طيب ما راح يقاتل لا راح يقاتل لانه يبحث عن الخير ولا ما يبحث عن الشر ما استسلم وقف انا طيب خالص ما اشوي شيء ولا حقد وكره كل الاشراء كره الاكبر على من تسبب في قتل الاقرب بالنسبة له كره الاكبر على من تسبب بالكوار هذه كلها لهم موزن هذا شيء طبيعي لشخصية نادرة ما انا احصل شخصية مشابهة لتنجره سواء واقعية طيبة احترام للاشخاص اللي يشوفهم سواء الشياطين وغير الشياطين لانه هو يبغى يطهرهم طبعا بمنظورهم استغفال الله العظيم يعتبر هذا شيء زي التطهير اللي انا لما اقتلك احيانا هو يصلي له ولا ما حب اني اتطرق لهذا الامور ولكن معتقدات معتقدات انه هو كذا بهذا الطريق اني انا ساعدتك وانقدتك من مشكلة اللي سواها لك موزن هذه الطيبة صحب انك تحصلها في اي عمل وهذا الشيء اللي انا حببني بشخصية تنجره شخصية بسيطة وواقعية تدخل القول طيب احنا بي نشوف موزن موزن للامانة الى الان شخصية ما تتضح بها ولا شيء وانا مش من معجبي الشخصية ابدا لانه صنعوا حوش ويأمرهم بشكل ديكتكتوري ويتحكم فيهم وهدف عزيمة الصيادين النقابة او فرقة الصيادين حقين الشياطين فائلة الصيادين بشكل كامل يعتبر بؤرة شر او اساس الشر او مصدر الشر ما في شيء بالنسبة لي انا التمسته ما اقدر اقول انه هو فارغ او ممكن انا ما اشوف ان يفاهم الشخصية بشكل صحيح عشان انا اعطي رأيي بشكل واضح وصريح لكن الشيء الاساسي هو مرعب هو شرير هو مزعج لخصومها انا قدرت الكاتبة توصل لك لأي مدى وهو شرير بحيث ان انت محبيتها اي انا محبي ايه ايه هو مو من الشخصيات الشرير اللي انا ممكن اعجب بيها لا بل عكس تماما هم الشخصيات الشجيرة الحقيرة اللي انت كمتابع طبيعي انك تكره انا ما اتوقع في واحد يحط صورة مزع يقول هذا هو شخصية عندي عكس مدى اللي انا بالنسبة لي اقضى شخصية عندي مهم كيف؟ يعني فيه فيه كرزمة المحارب الكبرياء الهيبة القوة السلطة الهيمن شخصيات المتعارفة هذا الشيء اللي انا نترك هو شرير بس هو شرير وشرير الاول والاخير في العمل هذا التصور يجب السؤال الاخير وهو اللي راح نختم فيه وهذا اهم جزئية طبع عشان اعيدها وكررها في كل حلقة السؤال اللي بس اقله مو شرط يكون منقول من العمل الى الحياة شيء تعلمت من خلال متابعتك لما اقول لك يا درحوم ايش الشيء اللي تعلمت من كميتو نيائبة مقولة اثر شيء موقف مو شرط تعلمت منه ممكن انت عارفه وتذكرتها ممكن حسيت فيه شعرت فيه شيء تعلمت انت من العمل لكن مو شرط انك تبقى في الحياة الواقعية لاننا احنا متعلمين ومتربين على اشياء افضل لانا كل واحد يكون متعلم على اسس دينية والحمده هذا الرب يعطنا هي لكن التعلم للمعرفة وليس للقدور والله مسألة التعلم انا الحمد الله لما تابع العمال ما ابحث عن شيء انا اتعلم اتعلم من هذا العمل ابحث عن متعتي فقط ابحث عن متعتي ابحث عن الشيء اللي انا خليني استمتع والحمد الله انا ارى نفسي متعلم ولازلت اتعلم بالنسبة لكيميتسو اكيد جهدتني لحظات مش اني انا تعلمت انا تأثرت وفي نفس الوقت تذكرت مثلا لما يكون في تضحية كبيرة من شخص لاخر هذا الشيء مفروض تحطه في الاعتبار كبني آدم انه مو كل شيء انت تبغى راح توصله وفي نفس الوقت انت لا تأكل حق كل الناس وفي نفس الوقت انت المفروض تعطي حقك لناس اخرين كمثال كمثال عندك اللي هو كيوجيرو كيوجيرو الشخصية تعتبر هشرة قال له اللي هو اكاذا قال له انت اعتبر من اقوى الشخصيات او البشر مفيد انظم لانه راح تكون اسطورة الاساطير بالقوة انت قاربت عن الكمان رد علي الكل بساطة اننا كبشر حنا كبشر حنا كائنات يعني ولدنا ونهايتنا اننا نموت فالفكرة كل ما فيها ان انا ما راح انصاع لكلامك باحثة عن القوة لا انا بكل بساطة انا سعيد لاني بشري وهذه حياتي وهذه خلقتي لاني بشري انا ما راح احرفها ما راح اغيرها ما راح ابحث عن القوة عن طريق التلاعب او اطور حاجة او اكون شاذ عن ما خلقت فيه اتخذ مسار غير مسار هذا شي مختلف بعد ذلك يقول لك طيب اذا انت ما سويت هذا الشي راح تموت و اذا مت انت راح تموت وتموت اللي معك هذولي ما رفض هذا الشي كيجرو واستمر بالمعركة وعارف انه راح يموت غالبا وضحى بنفسه لاجل هذولي استمر في مسك يد اكذا عشان ما يروح لهم وعارف ان الشرق راح يطلع عشان يروح لهم فالتضحية وهذا الشي يرجع لنقطة الاولى اللي قلتها موضوع الواقعية والجرعة التضحية كانت جزء لا يتجزع من الجرعة والواقعية في موت شخصية كبيرة مثل كيجوه بانه ضحى بنفسه لاجل الاخرين مهما كان السبب اللي خليني انا اصبحك وانا ما راح اخير ما انا انولدت فيه وعادات وتقاليد تعلمه من اهله فهذا الشي اللي انا التمسه من العمل كوافعية وهذا الشي يخلينا استمتع حلو كده نكون يا جماعة خير خلصنا الحلقة الحلوة مع دحوم والله استمتع والله شرفني يا راشد وفي الختام قل معاي سبحانك اللهم بحدي لا تنسوا اشترك في القناة والشير على خير ٹ من أنت المصدى ٹ منك بحيط لك من انا م بت